الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ورعاه الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن ليلة القدر هي فيما يقول الله تعالى ليلة خير من ألف شهر ولا خلاف بين علماء الإسلام في أن القرآن نزل في ليلة القدر وأن ليلة القدر هي إحدى ليالي شهر رمضان وهذا هو ما اتفق عليه العلماء لا خلاف بينهم فيه ولا جدال وإن كانوا يختلفون فيما عدا ذلكم اختلافا يتسع له الفهم والتأويل وتحتمله ظواهر النصوص القرآنية احتمالا قريبا أو بعيدا فهل نزل القرآن كله في ليلة القدر أو كان ابتداء نزوله في هذه الليلة ثم تتابع تنزله بعد ذلك على مدى ثلاثة وعشرين عاما هي مجمل فترة نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ليلة القدر ليلة واحدة في هذا الشهر الكريم أو أكثر من ليلة من لياليه وإذا كانت ليلة واحدة فأيّة ليلة هي وهل معتاده المسلمون من تحريها في ليلة السابع والعشرين من رمضان أمر مقطوع به شرعا أو هو من الأمور المظنونة المرجوحة وهل القدر مأخوذ من التقدير أي تحديد خطة العمل التي سيتبناها نبي الإسلام في إنقاذ الناس مما كانوا فيه أو مأخوذة من معنى العظمة والشرف من قولهم فلان له قدر أي له شرف وعظمة وأن الله عظم قدر نبيه في هذه الليلة وشرفه بتبليغ رسالة الإسلام للناس إلى آخر هذه المسائل التي لا يعلم حقيقة الأمر فيها إلا علام الغيوب وأيما كان أمر هذه التساؤلات فإن الدرس الذي يجب أن يستقلصه المسلم في ذكرى هذه الليلة ليس هو ما درج عليه المسلمون من رصدها أملا في إجابة الطلبات وتحصيل أمور الدنيا وتحقيق الأغراض والمصالح بل الدرس هو نزول القرآن في هذه الليلة فرقانا بين الحق والباطل وتمييزا للخير من الشر وبيانا للمباح والمحظور وبداية لعهد جديد أصبح الإنسان فيه خليفة عن الله تعالى في عمارة الكون وتسخيره ومسؤولا مسؤولية كاملة عن السير على منهج الله من أجل إقامة العدل والحكم بالحق وتطبيق المساواة بين الناس ودفع البغي والعدوان والظلم والتظالم بينهم وهذه هي أبرز القيم التي يرتفع بها مجتمع أو يهبط بدونها مجتمع آخر في منطق القرآن وفلسفة الإسلام هذا القرآن هو الكتاب الإلهي الذي شكل حصن الأمة وكان وسيظل درعها الواقي وسياجها الفولاذية الذي حماها على طول تاريخها من السقوط والانسحاق والذوبان وانظروا أيها السادة الأجلاء إلى أعتى حضارتين عرفهما التاريخ في عصر ظهور الإسلام وهما الحضارة الفارسية والحضارة البيزنطية أو دولة الأكاسرة في الشرق ودولة القياصرة في الغرب وكانتا حديث الدنيا قوةً وصراعاً واستعماراً للأرض حتى لم تكد بقعة من بقاع جنوب جزيرة العرب وشمالها ومن بقاع وادي النيل لم تكد تخلو بقعة من هذه البقاع من سيطرة جيش من جيوش إحدى هاتين الدولتين ولم تكن هاتان القوتان تتحسبان لأي خطر يأتيهما إلا من خطر إحداهما على الأخرى غير أن ما حدث لهاتين الدولتين يومئذ كان أمراً من أعجب العجب فيما يقول مؤرخ الحضارات فقد جاءهم الخطر من قلب الجزيرة العربية ومن جيش مجهول قليل العدد ضعيف العتاد فقير السلاح ولم تمضي بضع سنين حتى هزمت الدولتان أمام هذا الجيش وأصبحت أثراً بعد عين بينما بقيت حضارة المسلمين تتحدى الزمن وتراهن على البقاء والتشبث بالوجود رغم تلاحق الضربات ومحاولات التمزيق والتفريق وطمس الهوية وإثارة الفتن وإشعال الحروب وقد قيل الكثير في تعليل انهيار القوتين العظميين وانتصار الإسلام وانتشاره في الأرض غرباً وشرقاً حتى ساد العالم كله ولم يمضي على ظهوره ثمانون عاماً ومع أن أسباباً كثيرة قيلت في تفسير هذه الظاهرة النادرة إلا أن السبب الحقيقي الذي حرص أعداء الإسلام على إخفائه واستبعاده هو هذا القرآن الكريم الذي كان بأيدي هذه القلة الضعيفة يعرضون قيمه وأخلاقه على الناس فيسارعون إليه فراراً من رهق الظلم والعبودية والتمييز والطبقية والعنصرية التي لبست رداء الدين زوراً وبهتاناً وغير ذلك من أمراض الدول العظمى في ذلكم الوقت والتي كانت تنخر في بنيانها العميق قبل أن يجيئها أمر الله فيجعلها حصيداً كأن لم تغنى بالأمس لقد نزل القرآن في ليلة القدر ليعلن احترام الإنسان ويؤكد تكريمه وتفضيله على سائر المخلوقات ويفتح أمامه آفاق العلم وأبواب المعرفة بلا حدود ويدفعه دفعاً للتفكير والنظر والبحث والتأمل بعدما حرر عقله من أغلال الجهل والجمود والتقليد والاتباع الأعمى بغير حجة ولا دليل كما أعلن القرآن تحرير المرأة وأعاد لها ما صادرته عليها أنظمة المجتمعات في ذلكم الوقت من حقوق لا يتسع المقام لتعدادها وبيانها وجاء بفلسفة جديدة للحكم تقوم على العدل والمساواة والشورى ومنع الاستبداد وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وجاء القرآن بأمهات الفضائل وجوامع الأخلاق والآذاب وقرر المسؤولية الفردية ومسؤولية المجتمع كذلك ومع أن القرآن قد أقر سنة التفاوت بين الناس في العلم والخلق والرزق والمعيشة إلا أنه هدم العصبية وأتى على بنيانها الجاهلي من القواعد فساوى بين الناس ولم يفرق بين إنسان وإنسان ولا بين جنس وجنس ولا بين أمة وأمة إلا بالعمل الصالح وكان التعدد والاختلاف بين عقائد الناس وألوانهم ولغاتهم وسيلة لتعارفهم واجتماعهم وتعاونهم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وهناك الكثير أيها سادة الفضلاء مما نزل به القرآن الكريم في شؤون المجتمعات وفي العلاقات الدولية وفي أمر العقوبات وفي الأسرة وغير ذلك دعاً كما يتعلق بالعقيدة والعبادة والمعاملات بتنوعاتها والغيبيات والدار الآخرة وكان أمراً طبيعياً أن يتعرض القرآن على مدى أربعة عشر قرناً لحملات التشويه والازدراء وتنفير الناس منه ولا يزال للأسف الشديد يتعرض لهذه الحملات المضللة في عصرنا هذا ومن أقلام ينتمي أصحابها إلى الإسلام ممن يؤمنون بالمذاهب الأدبية النقدية في الغرب وبخاصة ما يسمى بالحداثة وما بعد الحداثة وهي مذاهب تقوم في صورتها الأخيرة على قواعد صنعوها ومسلمات اخترعوها اختراعاً مثل إلغاء كل حقيقة دينية فوقية والتمسك بالأنسنة أو الذاتية الإنسانية كمصدر أوحد للمعرفة أيًا كان نوع هذه المعرفة وأن الإنسان وحده قادرٌ على أن يمتلك الحقيقة وهو بعلمه المحدود ورغم أهوائه وشهواته وتقاطعاته مع الغير هو وحده معيار الحق والباطل والخير والشر ومقياس كل حقيقة ولا حقيقة خارج الإنسان ولا توجد سلطة تعلو عليه أو على العالم حتى لو كانت هذه السلطة هي الله تعالى وهذا المذهب يستدعي معظم العناوين الاجتماعية الحديثة التي تتطاير غرباً وشرقاً كالديمقراطية وحقوق الإنسان والعلمانية والدولة الليبرالية والملكية الفردية ومن مسلمات هذا المذهب التقاطع مع الدين ومع التراث ونزع القداسة وتفكيك المقدس وموت مؤلف النص وموت غرضه ومقصوده معه وتعدد القراءات بتعدد القراء ولكم أن تتساءلوا عن مصير نصٍ كنص القرآن الكريم بأبدياته وثوابته وغيبياته إذا ما تناولته القراءة الحداثية بهذا المبضع الذي لا يفرق بين إله وإنسان ولا بين غيبٍ وشهادة ولا بين مقدسٍ ودنس ألا يطلب من المسلمين آنذاك أن ينفضوا أيديهم من هذا الكتاب الذي لم يعد وحياً إلهياً صالحاً لكل زمانٍ ومكان وآخر ما حملته إلينا الأنباء ونحن نحتفل بنزول القرآن الكريم من ثمرات الحداثة المرة البيان الذي صدر بعنوان المسيرة البيضاء في الغرب الأوروبي بعد مقتل سيدةٍ فرنسيةٍ يهوديةٍ مسنة تبلغ من العمر خمسةً وثمانين عاماً في شقتها ورغم ما في البيان من إشاراتٍ سلبيةٍ واضحة للإسلام والمسلمين يمكن التغاضي عنها من كثرة ما ترددت على مسامعنا وتكرارها إلا أن الذي لا يمكن التغاضي عنه عبارةٌ وردت في البيان تُطالب السلطات الدينية الإسلامية بأن تُعلن أن آيات القرآن التي تدعو إلى قتل اليهود والمسيحيين وغير المؤمنين ومعاقبتهم قد عفى عليها الزمان كما كان حال التناقضات في الإنجيل وهذه عبارة البيان كما كان حال التناقضات في الإنجيل ومعادات السامية التي تتبناها الكنيسة الكاثوليكية من قبل المجلس الفاتيكان الثاني بحيث لا يستطيع أي مؤمنٍ لاستناد إلى نصٍ مقدسٍ لارتكاب الجريمة هذه هي عبارات البيان وأُبادر بالقول بأن هذه الجرأة على مقدسات الآخرين هي من أقوى أسباب الإرهاب وأشدها وأكبر مشجعٍ على إهدار دماء الآمنين ويحزنني كثيراً أن لا ينتبه قائل هذا الكلام إلى كم الحقد والكراهية الذي يتركه كلامهم في قلوب أكثر من مليارٍ ونصف المليار ممن يقدسون هذا الكتاب وقد رجعنا إلى مضابط الفاتيكان فلم نجد حذفاً ولا تجميداً لأي حرفٍ من الكتاب المقدس وما وجدناه هو أن المجمع الفاتيكاني وإن كان يُقر بأن بعض اليهود من ذو السلطان وأتباعهم هم المسؤولون عن قتل المسيح إلا أن المجمع يرى أن ما اقترفته هذه الأيد الآثمة لا يمكن أن يُنسَب لكافة اليهود في عصر المسيح عليه السلام ولا في عصرنا الحاضر ثم يُطالب المجمع سائر الكنائس بأن تُراعي هذه الروح وهي تعلم الإنجيل أو تكرز به وما نقوله إزاء هذا البيان هو أنه لا توجد آيةٌ واحدةٌ في القرآن الكريم تدعو إلى قتل اليهود أو النصارى وليس في هذا الكتاب وليس في هذا الكتاب مكانٌ لمثل هذه القسوة الوحشية وما ورد في القرآن من آياتٍ تدعو إلى القتال فإنما ورد في شأن العدوان ووجوب التصدي للمعتدي ومقاتلته حتى لو جاء هذا العدوان من بعض المسلمين فقاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله ولماذا يأمر القرآن ولماذا يأمر القرآن بقتل النصارى واليهود وأي شيءٍ يدعوه إلى ذلك هل لإجبار المسيحيين واليهود على الإسلام وكيف يقول عاقلٌ بذلك وماذا نصنع بالآية التي تقرأ أسماع الجميع بأنه لا إكراه في الدين بل كيف نصنع بالحديث النبوي الشريف في قوله وأنه من كره الإسلام من يهوديٍ أو نصرانيٍ فلا يغير أو لا يحول عن دينه هل يأمر القرآن بقتال اليهود والنصارى لأنهم آخر مغاير من الأميين وكيف والقرآن يأمر بالبر والقصد مع كل من لا يقاتل المسلمين حتى لو كان وثنياً كيف والمنصفون من اليهود أنفسهم يقررون بما نعموا به من العيش الآمن مع المسلمين ويعترفون به للدولة الإسلامية في الأندلس وفي مصر وغيرهما ثم إن الإسلام لم يأخذ اليهود المعاصرين بجريرة الأسلاف ولم يخاطب يهود المدينة بخطابٍ واحد بل كان في غاية الدقة وهو يتحدث عن اليهود بحسبانهم أمةً فيها البر والفاجر مثل سائر الأمم بما فيهم المسلمين وقد سمع يهود المدينة هذه التفرقة بآذانهم بين المحسن والمسيء من أهل الكتاب في قوله تعالى ليسوا سواءً القرآن يقول إن أهل الكتاب ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلي يكفروه والله عليم بالمتقين كما سمعوا قوله تعالى في السورة نفسها ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ثم يقول الله تعالى في الآية التي تليها مباشرة بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ثم إن الوصف باللعنة والذلة والغضب في القرآن الكريم لم يكن موجهاً لليهود جميعاً كما يريد البيان أن يتهم به القرآن بل كان موجهاً للذين كفروا من أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل وبالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ثم يقول القرآن لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ولم يقل القرآن لُعِنَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ويقول القرآن ما يودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ولم يقل ما يودُّ أَهْلُ الْكِتَابِ الحفل الكريم لم تكن بنا حاجةٌ في هذه الذكرى إلى هذا التعقيب الموجز على البيان المذكور لو كان لدى من كتبوه ونشروه قدرٌ من الشجاعة في الاعتراف بأن اليهودية شيءٌ والصهيونية شيءٌ آخر وأن اليهود شيء وإسرائيل شيءٌ آخر وأنه لا يلزم من نقد الكيان الصهيوني نقد اليهود والدين اليهودي وأن مسألة عداء السامية هي أكذوبةٌ لم تعد تنطلي على الشعوب الآن وما أقوله أو ما قلته لكم هو كلام بعض الحاخمات الأفاضل من حركة ناطور كارتا ممن حضروا معنا مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس وجاءوا وأعلنوا هذا البيان وأعلنوا هذا الذي سمعتموه مني الآن بل أعلنوا أكثر مما سمعتموه وعزائي كمسلم أن الذين أصدروا هذا البيان أغلبهم من صناع السياسات وليسوا من صناع العقول ولا المعارف سيادة الرئيس كل عام وحضرتكم بخيرٍ وعافيةٍ وسعادة وأسأل الله تعالى لسيادتكم المزيد من التوفيق والسداد وأن يعينكم على أمركم وأن يمدَّكم بمددٍ من عنده وأن يهيَّأ لكم البطانة الصالحة المخلصة لله وللوطن من أولي الأمر من حولكم أعتذر عن الإطالة وشكراً لكم وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته